التومين تزف بشرة صارر اصحاب البطاقات قبل ايام من عيد الاطحى الفين اتنين وعشرين اهلا بكم ادعوكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى اصلكم كل ما هو جديد ولا تنسوا دعم المقطع بلايك بشرة صارر زفت التومين الى اصحاب هذه البطاقات التومينية وقبل العيد وعيث قدم عدد من المواطنين طلبات الى وزارة التومين ومن خلال الفترة الماضية وذلك جاء للفصل الاجتماعي وعن بطاق التومين الاسرة وذلك جاء للزواج او للانتقال الى معيشة مستقلة وعن اسرته بالاضافة لتغيير محل لقماته بالرقم الكمي وزارة التومين تزف بشرة المواطنين وقبل عيد الاطحى الفين اتنين وعشرين وقد جاء وهناك عدد من المواطنين قد استلموا بطاقة التومين الجديدة والخاصة بهم وعنهاك ايضا من لم يستلم بعد وقد انتبههم القلق وبدأ يبحثون عن سبب عدم استلامهم البطاقات وقد طمنا مصدر في وزارة التومين هؤلاء واكد لهم فورا انه تم توزيع بطاقات الفصل الاجتماعي من خلال البريد لكل المواطنين الذين قد تأخر اصدار البطاقات الخاصة لهم ومنذ الاول من امس الاثنين والذي سيكون الموافق اربعة يولو الفين اتنين وعشرين وقد اضاف المصدر وان باقي المواطنين فهم استمرين في استلام بطاقات محتى يوم الخميس غدا الموافق سابعة يولو الفين اتنين وعشرين وذلك سيكون قبل اجازة عيد الاطحى الفين اتنين وعشرين المبارك ما هي خطوات الفصل الاجتماعي من بطاقة التومين الفين اتنين وعشرين وقد تتيح وزارة التومين والتجارة الداخلية هذه الخدمة او من خلال المكاتب التومينية المطورة او من خلال المنصات الالكترونية والتي طار باسم دعم مصر بالاضاف الاباوة المصر الرقمية وحيث يستطيع المواطن المقيد على بطاق التومين والسرعة العامل على الفصل واستخراج بطاق التومين والتي ستكون بمفرده وبدون الحاجة للذهاب الى مكاتب التومين وذلك سيكون الكترونيا وبهذه الخطوات اولا الدخول على موقع دعم مصر سوف يظهر على يمين الصفحة من خلال تصفح خدمات امونية الى المواطنين سوف يتم الضغط على خدمة فصل الاجتماعي والتي تكون من بطاقة الاخرى وباختيار هذه الخدمة سوف تتم بتابعة التعليمات وبكتابة بيانات صاحب الطلب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر